تدعوني تلك المصارحة أن أقول لكم أن إنني أعيش وجع الناس وأتفهم نقمتهم لكن الحقيقة توجب علي أن أذكر بأن بعضاً ممن حكم لبنان منذ عقود ولم يزل بشخصه أو نهجه قد رفع شعارات رنانة بقيت من دون أي مضمون وكانت بمثابة وعود تخديرية لم ير الشعب اللبناني منها أي إنجاز نوعي يطفي على حاضره ومستقبله اطمئناناً فبقي الإصلاح مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً بل يؤمنون بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية باتقان وتفانن حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد في لبنان فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز متجزراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا أيها اللبنانيون حين كنت لا أزال مبعداً إلى فرنسا كان شعار الإصلاح يصدح في لبنان ولم أرى منه حين عدت أي أثر من أي نوع كان فحملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئوية والشخصية والسلطوية التي أودت بنا جميعاً إلى ما نحن عليه اليوم رفع المتضررون المتريسة بوجهه ما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلامية شاهدةً على تصميم ممنهج من هؤلاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة